رحيل هاري كين يجمع أسطورة الفريق إلى بايرني ميونيخ في الصيف الماضي رفض العديد من المدربين التعاقد مع النادي زي لويس إنريكي وناجل زمان مشاكل بالجملة في الفريق وسوق مستوى اللاعبين في الموسم الماضي التعاقد مع مدرب جديد من أستراليا مالوش أي خبرات في الدورة الإنجليزية بكل المشاكل دي بدأت تنهام موسم جديد في البريمير ليك بدون أي توقعات من الجمهور في انتظار إن الفريق يرجع لأيام الظلام ونلاقيه من تاني في المركز الثامن أو التاسع الكل كان مستعد ومحضر نفسه للفشل في الموسم الجديد ولأسباب واضحة زي ما قلنا في الأول لكن اللي حصل كان عكس كده تماما والسر في شخص واحد وهو إندي بوستي كلجو الراجل اللي مفيش حاجة صعبة في أسلوبه غير اسمه ده لكن جوه الملعب مفيش أسهل من كده فريق ما عندوش عناصر كفاية مفيش دكة بودلاء جاهزة تشيل الفريق كل ده مش مشكلة ولا تشغل بالك لأن اللي حصل هو تصدر توتنهام للدوري الإنجليزي وده بعد مرور تاما انجولات وبفارق الأهداف عن أرسنال ودي أفضل بداية لتوتنهام في تاريخه خلال البريمير ليج من حوالي ستين سنة تدريب توتنهام ليس مجرد تجربة أريده ترك بصمة في البريمير ليج بالكلمات دي بدأ إنجي بوستيكولجو مرحلة التعارف مع الجماهير والصحافة الإنجليزية وبعد مرور شهرين تقريبا من التجربة الرجل نجح في تحقيق ده بشكل أكتر من ممتاز ولما تلاقي كل اللعيبة في الفريق بيقدموا مستويات أكتر من ممتازة اعرف إنه السبب موجود على الخط برا وهو المدير الفني للفريق واللي ساهم بشكل بارز في تلميع بعض لاعب فريق توتنهام وكمان ساعد نجوم زي سونو بسومة في استعادة مستواهم بعد موسم مخيب للأمال وباختصار شديد فموسم توتنهام السنة اللي فاتت كان سيء على كل المستويات سواء من اللاعبين أو أنتوني كونتي المدرب أو النتائج ما كانش فيه حاجة إيجابية واحدة في الموسم غير هاريكي وحتى ده زي ما انت عارف ساب الفريق وانتقل لبيرن ميونيخ في صفقة وصلت للميت مليون يورو وتعالى بقى أقولك هو المدرب ازاي قدري يخلق فريق قوي ومتماسك بالشكل ده وفي وقت قصية واه احنا عن اختصر ونقول المدر علشان اسمي إنجي بوستيكولجو ده صعب أصلا وإحنا مش نقصي الأخبطة الفريق في موسم الانتقالات عمل عدد من التعاقدات المتوسطة للاعبين صغيرين في السن في الإضافة طبعا للصفقة الوحيدة الكبيرة وهي صفقة جيمس ماديسون صانع ألعاب منتخب إنجلترا ولو بصيت للفريق كده هتلاقي إن فيه سبع لعبة جداد بقوا متواجدين في التشكيل الأساسي بشكل شبه دائي يعني في خط الدفاع تعاقدت توتنهام مع المدافع الهولندي مايكي فانديفان صاحب الـ 22 سنة في صفقة كبيرة وصلت لـ 40 مليون يورو لمدافع نادي فولفسبورج السابق واللي معظمنا ما كانش يعرفه أصلا واللي قدري يكون سنائية رائعة حتى الآن مع المدافع الأرجنتيني روميرو من بداية الموسيق وبالنسبة للظاهرين فالبرتغالي بيدرو بورو واللي اندفع فيه 40 مليون برضو من سبورت إنجلشبونة والنحية الثانية أودو جي صاحب العشرين سنة واللي ممكن يكون من أفضل لعب البريمير ليج لحد دلوقتي واللحد دلوقتي استقبلت شباك توتنهام 8 أهداف خلال 8 مباريات في الدور الإنجليزي مع العلم إن أنديا زي أرسنال والسيتي وهم أصحاب الدفاع القوي دخل فيهم 6 أهداف يعني الموضوع مش بعيد ولا حاجة وما تنساش بقى إن خلال 8 مباريات دول توتنهام مواجه اليونايتد والليفر بول وكمان أرسنال برة ملعبهم وقبل ما ندخل على خط النص حابب أفكر بس بالأسباب اللي قالتها بعض التقارير عن نجاح توتنهام حتى الآن وهو اقتناع اللاعبين بأفكار المدرب وطريقته في اللعب والأهم بقاه اقتناعهم بيه وشخصيا لأن بوستيكولجو ده بالنسبة لهم مدرب مغمو راجل مسيرته كلها في اليابان واستراليا وملوش أي تجربة سابقة في أوروبا غير مع نادي سيلتيك الاسكتلندي لكن شخصيته وطريقته في إقناع اللاعبين كليها عامل السحر في الموضوع ده والدليل يا صديقي إنك بتشوف لعيب توتنهام حاليا بتقدم أكتر من المية في المية اللي عندهم ونتيجة ده بتلاقي إن إنجي بوستيكولجو بيطلع بنفسه يمدح اللعيبة ويقول إنهم سبب النجاح وده حصل لما وصف اللاعبين بأنهم عايزين يغيروا مصير نادي توتنهام وهم سبب الأداء الجيد الموسم الحالي ونرجع تاني لباقي الفريق وتحديدا خط النص اللي يعتبر مفاجئة الموسم في توتنهام من أول بسومة اللي كان شبه انتهى الموسم اللي فات مع أنطونيو كونتي ومسيرته كانت في انحضار لكن حاليا بيقدم مستوى يخليه نفس لعيبة في نفس مركزه زي رودري وديكلان رايس ويقدر بوستيكولجو إنه يحطه في نظام لعب مناسب لقدراته في خطة الأربعة 3-3 وده اللي اداله مساحة يبرز قدراته لحد دلوقتي وبالإضافة لبسومة هتلاقي السنغال الشاب ببابا سار واللي ظهر من العدم الموسم الحالي 21 سنة بس هيكله مستقبل كبير وقيمته السوقية دلوقتي وصلت للـ 35 مليون يورو وبعد كل ده عندنا واحد من أفضل لعيب البريميور اللي جي السنة دي بدون منازع هو جيمس ماديسون واللي وصل توتنهام في صفقة تعتبر سرقة للفريق اللندني 46 مليون بس لصانع ألعاب المنتخب الإنجليزي واللي بعد 8 مباريات في الدوري أثبت إنه صفقة أكتر من ممتازة ويفرض نفسه كنجم الشباك لحد دلوقتي سجل هدفين وصنع خمس أهداف لزميله ده غير إنه خلق 6 فرص محققة للتسكين وعلى طول الموسم ده أول ما تتكلم عن ماديسون لازم بعده تتكلم عن الشمشون الكوري يونج السون مين واللي كان مختفي بشكل غريب الموسم اللي فات مع أنتونيو كونتي وسجل عاشر أهداف بس لكن وخلال الموسم ده سجل 6 أهداف لحد دلوقتي وإدر هو وماديسون يشيلوا هجوم الفريق ويعوضوا غياب هاري كين والنتيجة تسجيل توتنهام 18 هدف في الدوري لحد دلوقتي وده أقوى هجوم ما بين الستة الكبار في إنجلترا ومع كل دول في لعيبة زي كلوزوفيسكي وتشارلسون في الخط الأمامي ولسه ما قلناش المصابي بين تنكور في نص الملعب والشاب بيرنان جونسون القادم من نوتنجهام واللي تأقلمه مع الفريق ممكن يكون الحل في مركز المهاجئ لأنه لاعب واعد ولسه صغير في السن أمال ومع أسلوب لعب بستيكولجو وجرأت الفريق اللي ملاحظينها من أول الموثل بدأ الفريق يكتسب الثقة ماتشي وراء الثاني والدليل إنه في أربع ماتشا كان متأخر في النتيجة وبيقدر يرجع يكسب أو يتعادي منهم ماتشي الأرسنال على ملعب الإمارات ضد منافس مباشر وفدير بلندن وأهم حاجة عملها بستيكولجو هو تحويل توتنهام من فريق بدون هوية أو فلسفة واضحة إلى نادي هجومي ومباشر على المرمى فريق ممتع بيقدم كرة هجومية وفي نفس الوقت متماسك وده الشيء بقى اللي افتقدوا جمهور توتنهام السنين اللي فاتت مع مورينيو وكونتي رغم أنهم مدربين كبار طبعا لكن طريق لعبهم الدفاعية طول الوقت واعتمادهم على التحولات كانت بتسبب مشكلة لبعض اللاعبين في الفريق وفي النهاية فبستيكولجو فاز بجائزة مدرب الشهر للمرة التانية على التوالي وكمان فاز سون بجائزة لاعب الشهر في الدور الإنجليزي وتوتنهام هو المتصدد ولحد اللحظة دي بدون هزيمة في البريمير لي يعني نتائج أكتر من ممتازة وبالرغم أن عمق تشكيل توتنهام هتخلي الاستمرار على النتائج دي شبه مستحيل لكن اللي بيقدمه بستيكولجو حتى الآن يستحق التأدير والاحترام لحد ما نشوف المستقبل مخبي إيه وبس يا سيد دي بقى كانت متابعة سريعة المسم توتنهام الحالي وأبرز نتائج الفريق مع المدرب الجديد ما تنساش بقى وانت ماشي تدعمنا باللايك والشير وأشوفك الحلقة الجاية سلام يا صديقي